اكد سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية ان مملكة البحرين تضع مسألة حماية حقوق الانسان وتعزيزها ضمن الاولويات الاساسية في اطار سياساتها الداخلية والخارجية انطلاقا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا لرؤية القيادة الحكيمة بضرورة ارساء دعائم سيادة القانون والعدالة واعلاء قيم المساواة دون تمييز بين الاديان او الطوائف او الاعراق ليكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الخارجية امام اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة عيث قال وزير الخارجية انه انطلاقا من رؤية جلالة الملك المعظم لمفهوم حقوق الانسان وقيم التعايش والاخاء الانساني والتضامن والتآذر بين شعوب العالم وخلال استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في مايو الماضي بادر جلالته بتقديم خمس مبادرات مهمة تبناها اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية وهي مبادرات ترتكز على تعزيز عدد من الحقوق الاساسية واوضح وزير الخارجية ان جلالة الملك المعظم ايده الله استشعر حجم المعاناة القاسية التي تعيشها شعوب المنطقة جراء الحروب والصراعات والنزاعات المستمرة التي عصفت بالمنطقة لعقود من الزمن مؤكدا ان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه دعا في مناسبات عديدة الى ضرورة انهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة واشاعة السلام الشامل المستدام لتنعم جميع شعوب العالم بالامن والاستقرار والتنمية والازدهار وقال زياني ان المبادرة الاولى التي تبنتها قمة البحرين هي الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف لحل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة مشيدا بالمبادرة السعودية النرويجية الاوروبية التي تهدف الى تشكيل تحالف دولي لتحقيق حل الدولتين واضف وزير الخارجية ان المبادرة الثانية اكدت على توجيه وزراء الخارجية بالتواصل الفوري مع نظرائهم في مختلف دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين ودعم مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة مشيرا الى تحقيق تقدم ملحوظ في الاوينة الاخيرة باعلان كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا وجامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر البهامة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وقال الزياني ان المبادرة الثالثة تدعو لتوفير الخدمات التعليمية للافراد المتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة الذين حرموا من حقهم في التعليم النظامي واشار وزير الخارجية الى الواقع القاسي الذي يتعين مواجهته حيث ادت الصراعات المستمرة في الشرق الاوسط الى حرمان ملايين الشباب من التعليم النظامي واضاف ان المبادرة الرابعة تتعلق بتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية وضمان توفير الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين وقال الزياني إن المبادرة الخامسة تؤكد على أهمية تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأكد وزير الخارجية أن المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين وتضمنها إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة وأن مملكة البحرين باشرت باتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات ترجمة نانسي قنقر